درسك اليوم هو درس القراءة في كتابك صفحة 29 نحكي أولاً عن العنوان شايفين كيف لفظت حرف اليوهات؟ لفظته كأنه إش يعني محاضرة بيئية أو مقال بيئي يمكنك أن ترى هنا إنه محاضرة بيئية عم يعطونا نموذج لبيت مصنوع من الأشجار ولونه أخضر فإننا هنحكي عن إشي طبيعي Let's read our lesson and find what does it talk about إيكو تيكتر أركي تيكتر أركي تيكتر شايفينكي عم بلفظ؟ أرك أركي تيك السي والإش لفظهم أس كي أركي الآي كأنها إي أركي تيك السي كمان كأنها كي تشر اليو كأنها حرف الأش زي ما حكينا بكلمة إيكو تيكتر إذن architecture or the design and study of buildings architecture means الهندسة المعمارية هندسة معمارية إن شاء الله بتكبروا بتصيروا مهندسين architecture هندسة معمارية or أو عم بعرف لي معناها بطريقة أخرى the design and study of buildings تصميم ودراسة المباني إذن لو سألتك what does architecture means ماذا تعني architecture مش المقصود فيها تعطيلي معناها بالعربي لا مقصود فيها تعطيلي معناها هذا the design تصميم and study of buildings إذن design طبعا حرف G silent لا يلفط و design معناها تصميم أو دراسة المباني أوكي is always changing and developing ما له الهندسة دائما متى تتغير وتتطور إذن changing تتغير و developing تتطور in some ways architecture seems to be always going forward في بعض الأحيان الهندسة تبدو كأنها عم تتطور تتقدم للأمام إذن forward معناها إلى الأمام إلى الأمام تتطور أوكي coming out with new ideas تظهر فيها أفكار جديدة and ways of doing things وطرق لعمل الأشياء most recently لكن مؤخرا أو حديثا however some architecture is trying to move backwards بعض الهندسة المعمارية أو بعض التصاميم عم تتراجع backwards إلى الخلف تتراجع إلى الخلف أو بمعنى تتراجع الآن الهندسة المعمارية عم تتطور أوكي وكانت عم تمشي للأمام يعني في تحسن لكن بحكي لك مؤخرا لاحظوا أنها عم تتراجع للخلف مش معنات أنه صار البناء ردي أو مش حلو لا هلأ بنشوف كيف كيف تراجعت للخلف كيف becoming simpler أصبحت أبسط ونستخدم مواد طبيعية بقدر أقرأها natural أو natural بوث ار كوريكت اوكي natural materials يعني مواد طبيعية materials مواد إذن في بعض المهندسين حاليا عم بيستخدموا في البناء مواد طبيعية وعم بيخلوا البناء بسيط مش هيكي مش معقد طب this new style of architecture is called green architecture هذا النوع الجديد من الهندسة شو أطلقوا عليه اسم الهندسة المعمارية الخضراء green architecture it works to develop buildings that use fewer resources and less energy to build هاي الهندسة الخضراء شو عم تعمل عم تعمل على develop تطوير المباني التي تستخدم مصادر أقل وأقل طاقة في البناء طيب كيف يعني بيستخدموا مصادر أقل ممكن عم بيستخدموا مواد طبيعية أقل مثلا بدل ما يستخدموا الاسمنت في البناء صاروا يلجأوا للطين الطين طبيعي الاسمنت مضاف إلى مواد كيموية أوكي less energy يستخدموا طاقة أقل في تشغيل المبنى مثلا بدل ما يشغلوا المبنى أو يمددوا أسلاك كهرباء تشتغل على الكهرباء سر يعمل مثلا سخانات شمسية أو ألواح شمسية تعمل على تسخين الماء أو تشغيل الكهرباء في البيت إذن هذا بنسميه green architecture هندسة معمارية خضراء أوكي إذن حكينا green architecture it works to develop buildings that use fewer resources and less energy to build and operate the building the resources means مصادر وإنرجي طاقة operate تشغيل يعني بيستخدموا طاقة أقل في تشغيل هاي المبنى حكينا كيف من خلال بناء ألواح شمسية أو سخانات شمسية first أولا the planner looks at the area where the building will be built planner اللي بيخطط البناء planner المخطط أول شي بينضر إلى the area area منطقة المنطقة اللي بدتم فيها البناء أوكي they try to find materials that are easily available and can be replaced to use for the building أوكي إذن كانوا عم بيبحثوا أول شي بينضر إلى المنطقة بيحاول يجد try to find يحاول أن يجد materials حكينا مواد that are easily available متوفرة بسهولة available means متوفر أوكي and can be replaced ويمكن استبدالها استبدال to use for the building يعني زي ما حكينا يستخدموا الطين في البناء بدل الإسمان أوكي يستخدموا الطاقة الشمسية بدل الكهرباء إذن أول شي بيبحثوا في المنطقة اللي بدهم بنوا فيها إذا هل ممكن فيها بدائل ومواد بقدر أستخدمها متوفرة بقدر أستبدل فيها المواد الصناعية أوكي طيب رح أتوقف عند هاي الفقرة رح أتوقف عند هون طبعا بنكمل الجزء الثاني بالدرس اللاحق إن شاء الله بس نعمل بس نعمل quick revision what is or what does architecture mean ماذا تعني كلمة architecture it is the design and study of buildings أوكي لو سألتك how how does architecture is moving backwards كيف تتراجع الهندسة you say what you say it becomes simpler and using natural materials تتراجع كيف إنهم مرجعوا للطبيعة يستخدم مواد أبسط مواد طبيعية أوكي لو سألتك what does the new style of architecture is called ماذا يسمى النوع الجديد من الهندسة شو بتحكي لي green architecture طيب لو سألتك what does green architecture mean or what does it work at كيف تعمل أوكي أو ماذا تعني شو بتحكي لي it works to develop buildings that use fewer resources and less energy to build and operate the building إنها بتستخدم طاقة أو مصادر أقل طاقة أقل في تشغيل المبنى okay this is our lesson for today thank you for watching